الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى لذلك أنا قل لي معلمي أريدك تشرح نحن في خضم أكرانيا ولكن أريدك تشرح هاي للناس أريد أعرف شو وضحهم علماء الجيلوجيا علماء الفلك أريد أسمع من عدهم يقول الله وهو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواس وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين مدى الأرض وجعل فيها رواس مداها ما كورها شي يقول القرآن وإذا الشمس كورت ما قال وإذا الأرض كورت خوشي جيك عالم غربي من أمريكا من ألمانيا من اليابان بالآسيا من من ذن الدول من إسبانيا يقول لك هاي لا الأرض كروية إذن إحنا عدنا ثقة بالقرآن أي نظرية أي شهادة دكتوراة أي دراسة أي بحث يستطيع أن يثبت للأرض كروية والقرآن يقول هو الذي مدى الأرض وجعل فيها رواسين سؤال أكبر نظرية وأكبر بحث يقف أمام هذه الكلمة العظيمة الآية صاغرا من شاحنة شبينة مثل الكلاب النابحة ننبح مع الغرب ونقول الأرض كروية ما أقلكم شي واحدة إذا كروية تصير تحط بيها نهار إذا أرض منبسطة تزرع بيها وتحطها نهار وتفتح بيها نهار وجداول لكن إلا هي كرة تقدر تسوي بيها نهار ذلك دخلوا بعقلنا ليردونه وحينما دخلوا بعقلنا ليردونه يشوفهم علماء وشهادة دكتوراة ويفتخر بنفسه ودكتور فلان ودكتور علان بالجيولوجيا بالفلك بالبطيخ ما يلجأ إلى القرآن ويناقشهم ويكسر قشومهم اشتركوا في القناة